السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي مطبخ توتي لو اول مرة بتزوريني اشترك في القناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل يصل الكل جديد اول باول ولايك وشير هنعمل النهاردة مع بعض وصفة لذيذة قوي طعمها حلوة قوي هتملة كده رحة البيت خبز وريحة حلوة قوي يعني انا بحب رحة الخبز في البيت بتحس ان البيت اللي فيه خبز ده فيه خير وصفة جميلة قوي ومقاترها بسيطة واقتصادية انا هحتاج كبايتين دقيق عليهم معلقة صغيرة مش مليانة بيكنج باولر واحتاج نص كبايت زبد على زيت وبيضة ومعلقة صغيرة بشر برطقان وثلاث معالق سكر واربع معالق طمر انا مقطعه قطع صغيرة بشر البرطقان ده انا بشيله عندي في التلاجة ووقت ما بيكون في برطقان وبستخدمه في الحلويات الطريقة سهلة جدا انا هضيف الزبدة في البولة اللي هعجن فيها زبدة وزيت لو عايزة زبدة خالص ما فيش مشاكل بس هو برضو حتى لو خلطت الزبدة على الزيت طعمه هايل يعني انا ضقته في اخر الفيديو وطعمه جميل جدا هيعجبك ان شاء الله وضفت السكر وهضيف بشر البرطقان وهخلط شوية كده بمضرب البيض اليدوي اخلطهم اذا كان سمع بعض عايزة ادخلهم هوا كده علشان الكوكس بتاعنا يبقى هشي كده انا ما تيجي تكليه ما يبقاش مكتوم البيضة بتاعتي بقى انا هضيف عليها آآ زرة ملح وفانيليا ومعلقة صغيرة مش مليانة خالف انا بطيف الحاجات دي كلها على البيض عشان اضيع ريحة الزفرة منه يعني انا شكاكة شوية في موضوع البيض دوت فما بحب شرحته فبطيف كل المكونات دي وعموما الخل كمان مش هيضيع زفرة البيض بس ده هيدي هشاشة للعجينة وانا قلتلكم قبل كده اي عجين او مخبوزات او حلويات لو ضفتلها خل هو بديل المحسن للمخبوزات الحاجات بقى اللي انا حطيتها على البيضة دي والخل ده اخر حاجة هو هاضيفهم بعد كده على البيض والزبدة على الزبدة والزيت والسكر وهبتدي اخلط تاني لشان اجانس المكونات اللي انا حطيتها دي كلها على بعض اعيزهم يختلطوا ببعض كويس جدا اخلطيهم دقيقتين تلاتة كده لحد ما لونهم يغيروا يفتحوا شوية وبعدين انا هنا ضفت القطع الطمر وقلبتها مع الخليط اللي انا عملته وبعد كده اخر حاجة هاضيفها الدقيقة الديق بقى انا هاضيف عليه البيكنج بودر وهقلبه كويس قوي عشان البيكنج بودر يختلط بكل زرات الدقيقة هاضيف بقى الدقيقة آآ يعني على دفعتين كده انا هنا ما عرفتش افطي بالطوقة فهاخد معلقة بقى واضيف بها شوية بشوية هاخلط بقى حبة الدقيقة اللي انا حطتهم مع المكونات السايلة اللي انا خلطتها مع بعض وهبتدي اقلب كويس لحد ما الدقيق يشرب من الزبدة والبيض والسكر وكل المكونات اللي حطتها مع بعض هاخلطهم يدو بيتدارو كده مع بعض شوية وبعدين هاضيف بقية مقدارة زيقية هاخلط بقى بمضرب البيت بتاعي هاخلط كويس هتلاقي العجينة تقلت معك وخلاص المضرب ما بيخلطهاش فخلاص باكملي العجين باديكي هو يدوب مش عجن كتير هو يدوب الديق يشرب المكونات السايلة انا حسيت ان العجينة مفرولة كده شوية ضفت معلقة مية وجمعت العجينة مع بعض اي بسكوتات ما بتعجنهاش كتير علشان ما بتديش نتيجة حلو هو البسكوت يدوب الديق يشرب الزبدة والسكر وبقية المكونات اي ان كان بقى نوع الكوكز او البسكوت اللي هتعمليه كده كفاية قوي ما تعجنش كتير هاخد بقى قطع من الكوكز بتاعي دوت انا هقطعها قطع صغيرة وهلفها كورة بين ايدي وبططها حاجة بسيط وبعدين هادفها في الصينية اللي انا ولو لقيت كتعة من الكوكز او في كتعة طمر كده زهرة برا حاولي تلب فيها ادخليها جوة العجينة عشان لما تيجي تخبزيها الطمر ده ما يتحرقش لان لو جاء على الشوية يتحرق ولو جاء على قعر الصينية هيتحرق لو شايفين القطع دي انا بدخل الطمر جوة علشان اداري جواها مش عايزة يتحرق في الخبز الوصفة دي حلوة قوي جربوها ان شاء الله هتعجبكم ولو انت اول مرة بتشوفي قناتي اشترك فيها وفعالي زر الجرس على كلمة الكل عشان يصل بكل اشعار جديد من القناة بازن الله لو عجبتكو قناتي عرفوا صحابكم بيها عشان نكبر مع بعض بازن الله انا كده مليت الصينية وعندي جزء من العجينة انا هكمله كل الوحدات متساوية وادى بعد هاخبزه على فرن درجة حرارته مية وستين مش هياخد اكتر من عشرة لاثناشر دقيقة حسب حرارة الفرن بتاعك انا هحمره من تحت واحطه تحت الشواية كده هياخد لون بس ده بفاتح وبكده يبقى خلص الكوكس بتاعنا ودي الشكل النهائي ليه شايفين بقى الكوبايتين دي عملونا كمية وفيرة ازاي اوفر ما تشتريه من بره وطعمه احلى من بره وانا دقته في اخر الفيزيو طعمه حلو اوي هيعجبك ان شاء الله اعمليه لولادك وادوه لهم في المدارس جاية هيبقى مغزي لهم جدا في الطمر وفي اللبن اه سوري في الطمر والبيد والزبدة والبشر البرتقان يعني مغزي جدا هيعجبهم ان شاء الله شايفين شكله حلو ازاي? اهم حاجة تخلط المكونات السيلة مع بعض كويس في الاول وبعد كده تضيف الدير بالتدريج وما تعجنوش كتير او زي ما قلتلك لانه مش خبيز مش عيش البسكوتات ما تتعجنش كتير ويشك ليه بقى حتى لو انت عايزة تفرديه كله وتقطعيه بقطعها مفيش مشكلة مش ضروري تعمليه كور زي ما انا عملت ده الشكل النهائي ليه يفتح النفس ورحت الخبز بتاعته حلوة قوي وشاهية تفتح النفس كده لما تشميها في البيت جربوه مقادير اقتصادية وطعمه حلوة قوي هيعجبكم ان شاء الله ودي كانت وصفتي للنهار ده يا رب الوصفة تكون بسيطة ويا رب تكون عجبتكم واللي تجربها وتعجبه اكتبوا لي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله ولو انت اول مرة بتشوفي قناتي وما تعرفوهاش قناتي مطبخ توتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على كلمة الكل يصل الكل جديد اول باول ولايك وشير ولو عجبكم الفيديو بتاع النهار ده اعملوا لايكات كتير عشان الفيديو يرتفع ومسندد كلية ان شاء الله هعمل معكم ان شاء الله مجموعة كوكيز مختلفة عشان تلفع الولاد ايعم المدارس هتنفع في الفطار وهتنفعهم لما ياخدوها في هنا لما دقته طعم رائع رائع والله هلقاكم في وصفة جديدة عن قريب بازن الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة